بيأكد الشكل اللي عم تاخده العملية العسكرية برفح إنه النية الإسرائيلية الفعلية هي احتلال المنطقة اللي بتفصل مصر عن غزة بعد الحرب وخلق بديل عن معبر رفح بيخضع للسيطرة الإسرائيلية الدينة تحقيقها الهدف هيسمح بإخضاع أي إدارة مدنية بالكتاع للجيش الإسرائيلي بحكم سيطرته على كل المنافذ الحدودية بناموزة شبيه بالضفة الغربية عرضت القناة 12 الإسرائيلية البديل عن معبر رفح إنشاء المعبر الجديد بموقع قريب من معبر كرم أبو سالم عن نقطة التقاء حدود غزة ومصر وإسرائيل وإدارة المعبر بتنسيق إسرائيل لمصر أمريكي مع دور فلسطيني ما توضح شكله بعد والحفاظ على منطقة عازلة على طول حدود مصر مع كتاع غزة بتول 14 كم بمعزن عن خبر القناة 12 في عدة مؤشرات بتأكد وجود هالتوجه عند إسرائيل تدمير معبر رفح وحرقه بالكامل بعد احتلاله حرص إسرائيل على تدمير المجمعات السكنية المحازية لحدود غزة مع مصر لتأمين المنطقة العازلة اللي عم تحكي عنا تعبيد طريق بري على طول محور في رادلفيا لتسهيل نقل الأشخاص والمساعدات بالمستقبل باتجاه منطقة معبر كرم أبو سالم وحيسهل هالطريق العمليات الأمنية للجيش الإسرائيلي على امتداد المنطقة العازلة تنسيق إسرائيل مع المنظمات الدولية لإخراج الجرحة عبر معبر كرم أبو سالم بدل معبر رفح بيتناسب هالهدف مع الرؤية اللي أعلن عنا نتنياهو باستمرار من بداية الحرب بقاء الكطاع وأي إدارة مدنية هتشتغل فيه تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية المباشرة ترجمة نانسي قنقر